تمام. والآن نبدأ بلعبة ما سيصبح ساسبنور. وهاي اللعبة الغرض منها مو الفلوس. الغرض منها حتى نتعلم الأمور المعقدة في السيستم. لكن بشكل ترفيه وحلو. لغرض المشاركة بهاي اللعبة نرجو منك ان تروح الى كاهوت.ت او تنزل كاهوت وتنزل او تدخر تن. تبع لعبة اليوم فقط. اربعة سبعة اربعة. تسعة تسعة. تسعة. هلو? هل تسمعون? ماشاء الله ما شاء الله. واحد واربعين. تلاتة واربعين. يوم عدنا بالجلسة مية وتلاتة شخص. مشترك. نشوف كم واحد يقدر يدبرها. يفوت للعبة. اللي يقولون احنا راح نصير شركة اصحاب شركات ساس ومرات ما يقدرون يدخلون على ويبسايت. شيم. يلا. حمسة وثمانين بالتسعين بالخمسة وتسعين نبلش لننتظر المية. تسعين نبلش واحد نين تتاتة تين تش. وين هذا الساس عربك؟ أولا What does SMTP stands for أولا Simple Management Transfer Protocol أو Simple Mail Transfer Protocol أو Second Mail Transfer Protocol أو Simple Mail Transfer Passcode الأسئلة من اليسار لليمين شباب أول اختيار أقوله هو الأحمر الجواب الثاني هو الأزرق الخيار الثالث هو الأصفر بعدين الأخضر الجواب الصحيح لهذا السؤال كان هو الجواب الثاني الأزرق Simple Mail Transfer Protocol هذا SMTP موجود في كل Gmail Outlook كل الإيميل سؤال بايخ سؤال ما حبيته ما عرف منه حتى هذا السؤال شريفة براوو خليل نمبر 2 أبو آدم حلو اسمع جديدة ناكس نمبر 2 أي منصة من المنصات التالية ليست متوفرة بعد في a social planner يوتيوب ثانيا فيسبوك أو إنستيغرام أو تويتر منقبات اللي أبو آدم يللا 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 اه احسن شي انك لغيت الموسيقى يا موسيقى سيد نور الجمالي اوكي تمام او خليل كانت اسرق كان اسرق يمكننا جمع جمع التبرعات عبر الفورم في السيستم او عبر خاصية الفورم هل هذا صح او خطأ تبرعات ها مولو فلوس 24 سؤال جهناس جابوا خطأ لا صح صار بجديد تبرعات شباب مو فلوس تبرعات نقدر نجمع تبرعات هاي داعتكم منظمات غير ربحية ننبرافت يجمعون تبرعات اوكي هذا ما عليها تاكسس و هاي الشغلات بوم هاي همينا تحديد جديد اجا للسيستم اوكي اضحك تيمور على عم يطلع صعب الاسئلة اوكي على الدين اوكي سنابشات ملهم سنابشات منصة خاصة ما بيها سكيجولي ولا راح تيجي اوكي خلو نكست نشوف شريفة صعدت علي الزهبي ايجا علي ليش ليش بعد القانون قائم الاردنيين ما يحصلون ايشي ليش متعب روحك يا بس يا خلو رمزيا واحنا مدا نلعب على الفلوس الفلوس هي رمزية الهدايا رمزية اوكي ما هي قاعدة الهوانين عشرين او 80 20 rule اوكي اوكي ان والله العظيم اللغة العربية الثالثة الخامسة هذا خاصية أو مهارة AD20 من أفضل المهارات اللي بحياتي أني استثمرت فيها وتعلمت فيها الليدرشيب أو منتقوم كتب إن شاء الله في دوراتنا وجامعة ساس اربك يونيفرستي اضغطي هذا الشيء في المنترشيب وهالدورات راح إن شاء الله نعلمكم فيها أو يعني انتوا همين نتعلموا شنو هاي طالب فعليكم المختصر مفيدها شنو 20% من حياتنا هي اللي تأثر يعني 20% من من نشتغل 20% من وقت الشغل اللي هي حقيقة الشغل الحقيقي يعني 20% من من يشتغلون بالعالم يجيبون 8% من النتائج 20% من مساحة البيت حقيقة نستخدمها 80% دائما ضايع ننطي فلوس دائما عليها فالسفة قانون جدا صحيحة رياضيات أميقة لكن بعدين يعلمك شون حتى تركيزك فقط على 20% وتعرف للـ 80% وتشوف النتائج مالتك تكون كبيرة أوف محمد يعني هشام آسف قراءتي كانت أيضا بطيئة أوكي دبل بوينت هذا كم هي تكلفة الهيبا علينا هيبا كومبلاين في السيستم 297 دولار per location للموقع الواحد أو 300 دولار للموقع الواحد أو 300 دولار بالشهر أجوبة متساوية الجواب الصحيح هو 300 دولار و هذا واحدة نعمة جديات والحمد لله هواي نسترزق فيها احنا الدكاترة خاصة في أمريكا شباب سان فرانسيس كل شابين في أمريكا اللي يشتغلون في health wellness spa دكاترة يعني أي شيء نظام الصحة وزارة الصحة الأمريكية يطلب من الشركات أو العيادات أو الدكاترة أي نظام يستخدموا لازم يكون هيبا كومبلاين وأنت تقدر ب300 دولار بدل ما تروح على قالوا قيلوا هاي كتابنا وكتابكم تاخذ 300 دولار تحت هاي لبل وهم يسأولك الأوراق وهاي الشركة اللي معرف بس ما نسيتها وتقدر تبيع أنت 50 دولار 100 دولار خلو نكست برافو خليل أحمد إبرا نكست كم هو تأكل في تطبيق الجوال باسم شركتك الخاصة شركاتنا الخاصة مثلا باسمك 297 دولار بشهر أو 497 دولار بشهر أو 997 دولار بشهر أو 1497 دولار بشهر برافو فقط بـ 497 دولار بشهر شباب نقدر باسمنا يكون عدنا تطبيق في الأب ستور والجوغل بلاي ونقول للناس نزلوا واسم شركاتنا ويقدرون يدخلون على حساباتهم يجاوبون زباينهم هذه يعني بنظري ثالث استثمار أو ثاني استثمار لازم تسوي في شركتك قبل ما تعين قبل ما تعلن قبل ما تصرف قبل ما تأكل الأكل إذا بلشت أو إذا عندك منزانية أنصح أنك تستثمر بهاي الخاصية لأن هذا الزبون فلسفة هاي أو عندي راسم الناس هسا في موبايلاتها هذا العقار هاي بدا تشوفون هاي التطبيقات جدا عزيزة عليهم تطبيق هذا مربع هل قد قد الأصبع قد الأصبع لكن جدا عزيزة عليهم أوكي هذا العقار بمجرد لو ينطوك ينطوك هذا العقار من مساحة هذه المساحة العقار من موبايلهم إلك أنت غلبت ولا أمالتهم يعني خمسين بالمئة تسعين بالمئة من استحواذ الزبن لأننا شغلنا شنو استحواذ أوكي تمام ناكست شليل وعلي الزعبي برافو أين يجب أن تلصق رموز المراقبة مثل الفيسبوك بيكسل أو جوجل اناليتيكس أو أي رمز مراقبة الزائرين في الوебسايت على البادي تراجع كود اريا أو كولتر تراجع كود اريا أو هد تراجع كود اريا أو فانل تراجع كود اريا على الهد تراجع كود كل كل شي أي شي اسمه فانل پيكسل اريا فاسبوك پيكسل گوغل اتكس سناف شات پيكسل تيك تراجع كود كل هذول بي أي ويبسايت مو بس بالويبسايت حتى بال وورد بريس تروح على الهدر وتحطهم هناك اوكي اه شات وجد والشغلات اللي تروح جوه تحطهم بالفوتر اوكي هلو برافو خليد ابدع ما شاء الله next ما هي فائدة استخدام رموز المراقبة مثل الفيسبوك پيكسل او جوغل اناليتكس او أي رمز مراقبة زائرين معرفة مصدر الزائرين ومن أي منصة وصلوا إلى الموقع او الكشف عن هوية ومواقع الزائرين واختراق حساباتهم حساباتهم او بناء قاعدة بيانات بالاسماء والايميلات والقام الهواطف او اعادة استهداف الزائرين بالاعلانات الممولة وبناء جمهور مقصص برافو 36 شخص هم يا tricky الفائدة من الفيسبوك بيكسل شايفين مرات انتو تروحون تدور على تي شيرت او نظارات معينة في الجوجل او ساعة او فستان تروح على الفيسبوك تشوف الاعلام مالا قدام تروح على انستغرام تشوف وينما تروح تشوفهم بوم 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 ويطلع مقابلك لان يعرفون شوان يستخدمون فيسبوك بيكسل انت همينا لازم تستخدم فيسبوك بيكسل ولازم تحط شوية بوجت على لان تقدر تسوي فيسبوك يقدر ينشوف اعلاناتك اللي اللي راح يدور على خدمات مثل مالتك في غير في غير شركات لكن هم ما عادهم اعلانات فتعال لكن بالدورات ان شاء الله هنغطيها اوكي اه في حل ياس بندق ظهر في المراتب العالية ما هو الرابط الصحيح الذي يجب اعطائه لزبائنك للدخول لحساباتهم app.gohighlevel.com app.mediashield.net app.leadconnector.com or app.yourdomain.com صدقا صدقا شباب هذول هذول الادعش اكبر غلط صدقا شباب هذول الادعش والستة والعشرة اللي جاوبوا غلط رجاء روحوا تابعوا الكورسات شكرا جزيلا احمد لوكا اللي اقترح هذا السؤال اذا ما فاهم الموضوع اذا ما ما قدرت تجاوب هذا السؤال انت فاهم الموضوع كل غلط لازم ما احد يعرف بها مجرد هما دي ينطوك سكريبت تسوي شركة باسمك يعني هما ينطوك الطماطا والبندورا واللحم والخيار وانت المكدونالز هما البقالة يعني الزبون يحب المكدونالز الكراسي والهاي ما يهم انت مشتري من اللوز هوم ديبوت من النجارة من همين لازم يعرف ميديا شيل بورغر كينغ يعني حالك ميديا شيل انا وياك نفس الشي اوكي يعني انا فقط تمسوي هذا الشي قبلك اذا شوفك شون تسوي اذا تزلي زبائنك ترى ما رجع لك اياهم والله العظيم والله العظيم ما رجع اخذهم اوكي leadconnector الموبال متل ما قلنا السؤال السؤال السابق اذا ما عندك امكانية انك تسوي تطبيق الخاص بك اوكي دزهم على تطبيق الموبايل اسمه leadconnector لا تزهم على الوебسايت app.leadconnector.com ابد اوكي ابد دزهم على تطبيق leadconnector وهذا همينا شوية رح يفتح لهم اذا يسوون google يعرفون leadconnector ويشتركون وهذا فيعني يعني سوي leadconnector ما بيعني اذا عندك فات شي valuable قيمة تقدم فبالنسبة للوебسايت اتسويها bookmark تحفظ بالمتصفح مالتهم app.domainmalek.com او .net او whatever انت الدومين مالك احمد crm media sink media whatever اسمك اسمك هذا الزبون لازم مايعرف كلمة sass مايعرف لازم مايعرف كلمة sass شنو لازم مايعرف كلمة media shield شنو لازم مايعرف كلمة go i level شنو انت انت الوحيد الى 10 10 27 27 شخص اشوف اشوف بالجروبات احشو انا افتح واحد بكم خلي ينزل منشور والباقي كله يساوي يقول انا 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 ونفوت كله تعليقات كله تعليقات اذا تريدون نساوي حلقة اخرى او درس جدا موضوع خطر هذا اشي انا جاهز بس سووا بوست انت 27 شخص اذا ما فاهمين الموضوع لسه انا اسوي درس خاص او اجتماع اشي خاص معكم او ادخلوا مع الشباب في الدعم ويوضحو لكم الموضوع اوكي اخر سؤال هذا دبل بوينت اوكي الجوائس هون الجوائس في مسابق منصة يصبح حساس بنور حقيقية صح ولا لا منحة هذا السؤال والله العظيم ده يفترون والله يقولون هاي الجوائس محقيقية من يقول حقيقية وعند يوسف اسم رساني بس هو يريد ياخذ الفلوس الى ويشتري بها السيارات لا لا شباب الجوائز رمزية في كثير ناس مثلا اخذوها بشكل بشكل جدي قبل ما نعلن خليل خليل ممكن تنتظر خليل نعلن الفائزين خلي نشوف يلا يلا يوم يوم فبور 16 خلي ما رح نستمر هاي اللعبات للأبد رافي واو من وين جيت انت رافي مركز الثالث خلي المركز الثاني منو صار المركز هذا الدبل ما شاء الله علي الزعب يا الله صديقي 2024 لكن ما شاء الله مع الأسر رافي آه رافي من وين رافي يونس شميساني تعرف رافي رافي من وين فلسطيني لو أردني رافي والله والله رافي مبين عليه رافي رافي لش أردني رافي آلا بقى بجيبنا الفين دولار بقى بجيبنا خليل انت من وين خليل آه خليل تونس خليل اتكلم سامعني اه والله سامعك والله تونسي من الله السؤال آخر الآخريني اه آه لإجابة صحيحة غالط انا انا حتيت انا كنت الأول وحتيت بس جيتني آجابة غالط اي سؤال الآخريني الآخر بالكل هالجوائس حقيقية ام لا انا حتيت تروق جوائس حقيقية والله انا كمان فكرت حقيقية بس الظاهر مو حقيقية باعرف الله يتقم من اللي حط هذا السؤال بس شو ظنبي يعني يلا والله مو ظنبي علي علي الزعبي علي الزعبي انتي كنت الثاني انتي حتيت الجوائس صغير حقيقية يعني فولس هات فولس علي الزعبي هذا منافق هذا علي الزعبي هاك هاك خمس تالاب دولار تسترمها من يوسف شميساني في افريقيا وعلي الزعبي عشر تالاب دولار لكن ما يوصلك شي لانك اردني لانك نفزت على المنتخب العراقي في النساء الاخيرة بدون اي سبب واخذت لعبة الطوبة بشكل جدي وميما او رافي همينا اردني و انت همينا راح تصير اردني خليل خليل نمزح نمزح تعرفني قسي تيمور حكينا قبل يا عرفك نمزح نريد نحس المرح للعبة على الزعبي بطل تلعب معنا على الزعبي بطل على الزعبي بطل بنيوة وميما احشي حبيبي خليل برافو على جميل خليل اعرفه خليل يعني قبل مسلكي قبل ما يفوت للساس هو ديجتال ماركتينج اكسبورت يعني اذا تكون سؤال من عنده الرجل خبير امي ما راح تحكين ولا راح انهي الموضوع اليوم لان بتساعة ثانتين عندي ميتينج اوكي يلا امي ما بطلت ما تريد تحكي تمام شباب احبكم جميعا تحياتي باي 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 باي